ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشكر جلالة الملك حمد على العفو وصراحة من أول ما سمعت الخبر يعني نصدمت ومستهن سنوائد لأنه باطل حق بيتنا كل عام التو بخير وهي سنة خير إن شاء الله نعود عليكم بالصحة والعافية أشكر جلالة الملك على العفو الملكي والحمد لله يعني فرحنا وفرحها لنا وما كنا نتوقع يعني صراحنا بنطلح السنة بس الحمد لله خلالنا فرحانين ورد دواماتنا وإشغالنا والحمد لله رب العالمين والله يخلي لنا ذخر إن شاء الله يعني نتصال الله أخوي خير أخويش أخباركم شلونكم اللي يقول لنا أخوي ترى طلعوني مكرمان مرشنون وباس وغير الوالدة قامت الصيح ممصار قلي في دي الشيء يعني وصج تأكدنا في دي السالفة يعني تأكدنا ولا صج يعني أشكر جلالة الملك وللعهد وزر الداخلية على الشيء ذي اللي سووا لنا يعني يعني صراحة جلالة الملك مقصر على شعب يعني صراحة مشكورين مشكورين وايد وايد يعني أشكر جلالة الملك على المكرمة أشكر سمو ولي العهد بارجع للبيت مستانس وفاجأونا بالمكرمة وهي ما هو المرة يعني في العيد وقد يعبين أهلي وكذي يعني مستانس أكيد وبارس حياتي طبيعية بكون إن شاء الله أحسن وفضل من هذا الشيء وبكون بين أهلي وأمي بكون ساعدين فيه النواجد وكل عام كهم بخير مو غريب على جلالة الملك يعني كالعيد يكون هاي الشيء موجود ويخلي الناس كلهم فرحانة يعني في البحرين وهي المكرمات يعني صراحة مو غريبة على حكوماتنا هنا في البحرين وانا متعودين على مكرماتهم وايد وعصى الله يطول في عمارهم ويخليهم إن شاء الله والله الشعور يعني مثل ما تقول يعني أكيد أني أب يستقبل ولي عقب ثلاثة أربعة أشهر يعني أكيد أب أكون سعيد بس أتمنى أنه مثل ما تقول ويكون هاي شيء درس له ولا يعود سؤال في اللقاء يسوي يعني أمشي يعني عرس من يركبياي للبيت هذا عرس الحمد لله رب العالمي يعني الوالدة فرحت يعني الأهل كلهم في البيت متجمعين مستانسيين وفرحانين العيد هالسنة غير هالسنة غير الحمد لله بعد جائحة كورونا خلصت إن شاء الله هذا أخونا العود هو اللي بيجول الملاس هو اللي بيطلع غلى العيد إن شاء الله يا رب نشكر جلالة الملك نشكر القيالة الرشيدة ما أقصر أياننا الملك على هل المكرمون اللي سواه لنا فتح لنا مايد أبوه بصراحة إن شاء الله هالشيء ما يتكرر علينا مو غريبة على جلالة الملك ما أقصر في الخير أبونا أشكر جلالة الملك على العفو الملكي وغريبة على جلالة الملك يعطينا فرصة نرجع حياتنا طبيعية ونعيير بين أهلنا نرفع اسماعيات دعاني والتبركات إلى صاحب مقام حضرة جلالة الملك المفدع وإلى صاحب سمو ولي العهد ورئيس وزراء مملكة البحرين ونشكر جلالة الملك على هذه المكرمة اللي يعني أعطاننا فرصة أن نطلع فيها وإن شاء الله المستقبل مشرق جدامنا ونشكرهم على هذه الشيء وهذه المكرمة يتفوق هذه المناسب كوني رح أرجع على عملي وأكون بين ناسي وبين أهلي جزا الله خير جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ويعطيكم العافية وايد 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 مستانس والله حدي مستانس واليوم أقوم أحنا راح أطلع وراح أتفطر إياهم الحمد لله أشكر الله وأشكر الحكومة بعد إنما قصرتين أشكر جلالة الملك أننا طلعنا في هذه المكرمة والحمد لله اليوم من دل عيد صار عندي عيدين والحمد لله هذه غالطة إن شاء الله وما تكره والله شعوري وايد مستانس أننا عقوب هالقد سنين من السجن رجعت حق أبوي وذلين ومموي لعمارهم في السبعين نحن لازم أنه تحمل فيهم وهي غلط سويته ولازم ما أكرره مارثونيا جلالة الملك على عيننا وراسنا وهو مقصر بهالمكرمة اللي سواها لنا وافرج عنه وطلعنا من السجن يعني إن شاء الله يعطيهم علقة نياتهم والله يوفقهم إن شاء الله ويخليهم ذخر لنا والله شكر جلالة الملك وسمو رئيس العهد وشكرهم كلهم يعني يعني ما قصروا صراحة يعني عرفت قيمة أهلي صراحة أنا هني القيادة بشيدة وهني جنرالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان على الخليفة ملك مملكتنا وهني ولي العهد سلمان المستقبل وحلي وزارة الداخلية وأقول لهم سامحوني على كل شيء ومشكورين على اللي سويتوه بس أبس شمع يالي والله أول شيء شمع يالي بعدين أفكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر